عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدولي اجتماعا لمتابعة الخطوات المتاخدة في ملف تعزيز التعاون المشترك في قطاع الصناعة بين مصر والإمارات والأردن تم خلال الاجتماع عرض تقرير حول نتائج اجتماعات ممثلي حكومات الدول الثلاثة في إطار التعاون الصناعي المشترك وتضمن التقرير عددا من المشروعات المقترحة كما تمت الإشارة إلى أن هناك إطارا من التنصيق بهدف تحقيق التعاون المشترك في القطاع الصناعي وفقا لرؤية تستهدف الاستفادة من المزايا التنفسية لدى كل دولة لتحقيق هدف التكامل